في إطار الاستعداد لعمليات استعادة الجانب الأيمن ألقى طائرات القوى الجوية العراقية ملايين المشورات والصحف على الجانب الأيمن من مدينة الموصل تتضمن حفظ المواطنين على الاستعداد لعمليات التحرير في وقت بدأت القوات العراقية بنصب جسور عائمة على نهر دجلة تحضيرا لعمليات تحرير الجانب الغربية من مدينة الموصل وإخلاء المدنيين منه من جانب اخر اتخذت القوات الامنية اجراءات لحماية سكان المناطق المحررة في الجانب الشرقي من المدينة واعادت قيادة عمليات نينا وافتتاح الطريق الرئيسي الرابط بين الموصل الشيخان الشلالات شمال الموصل امام القوات العسكرية والاسبوع المقبل سيكون الطريق فيه مفتوحا ومتاحا امام المدنيين كافة ومع تقدم القوات العراقية نحو الموصل وسيطرتها على الجانب الشرقي من المدينة في الهجوم الذي بدأ قبل ثلاثة اشهر لا يزال سكان المدينة معرضين لخطر سقوط القذائف او الاصابة بطلقات الرصاص مما يطلقه مقاتلو ما يسمى بتنظيم داعش من الضفة الاخرى للمدينة فيما عثرت استخبارات جهاز مكافحة الارهاب بالتعاون مع المواطنين على مواقع اسلحة لعناصر التنظيم في منطقة التلة الاثرية شمالية الموصلة وبحسب المعطيات على ارض الواقع فان القوات الامنية العراقية باتت جاهزة من اجل خوض معركة استعادة الجانب الايمن من قبضة تنظيم داعش في رأس الدوليمية الاخبارية بغداد